بعد العفلة والفاصل أعزائي المشاهدين طبعا موضوع السكة بالنفس من المواضيع الطويلة بس عشان وقت الحلقة مش هنقدر نتكلم في كل النقاط بتاعته دلوقتي عشان هنكمل موضوعنا هو التكاتف الوطني في الزل أزمة كورونا وهنشوف دور الدين معانا الدعاية الإسلامي الشاب الأستاذ السيد فتحي أهلا وسهلا يا فندي أهلا بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين يا فندي عايزين نعرف ايه دور الدين بقى في التكاتف الوطني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد طبعا التكاتف الوطني أو حب الأوطان ده فرض على كل مسلم وكل مسلمة فرض عين ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حب الأوطان لو نفتكر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وقال والله إنك لأحب البلاد إلي وإلى قلبي وإلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت شايفة حب الأوطان حب الأوطان فرض يعني حب الأوطان ده أصلا نزعة أو فطرة الإنسان مفطور عليها طيب أدراك بتتكلم عن حب الوطن أنا عايزة تكاتف الأزمة فن إدارة الأزمة في الدين إزاي ندير أزمة كورونا يعني دور الدين إيه دور الدعاية الإسلامي إيه يوجه إزاي يقول الناس إيه طبعا الوقاية خير من العلاج أنا كدعية شاب من خلال برنامجي أو من خلال من باري أو من خلال الصالون الثقافي بتاعي بعرف الشباب أن لا علشان نتخطى الأزمة اللي إحنا فيها أو جائحة كورونا لابد أن نتبع بعض الخطوات منها مثلا التباعد الاجتماعي عدم الخروج إلا للضرورة بلاش مصافحة يعني يفضل السلام عليكم بلاش بزعلوا لسه الناس بتزعل لما حد مش يبصها وكده هم تعودوا على البص والأحضان الشعب المصد شعب عاطفي فهو متعود على كده فأنا ما بصتش واحدة بقى أنت أرفانا مني بقى أنت لأ إحنا عايزين يعني كلنا تكاتف في الأزمة دي فإن إحنا ما نبص بعض ده تكاتف برضو إنتي كده في الأزمة يعني إحنا كده بنحل في الأزمة لحد ما؟ وفد سقيف لما جاءوا لمبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الوفد اللي جاي للنبي يعني رجلا به مرض الجزام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبيعتك ارجع بايعناك يعني النبي ما سلمش عليه ما سلمش عليه ليه علشان ده مرض جزام مرض معدي زي النهار ده لما نكون إحنا في المنبص أو في المواصلات العامة ما ننفعش نسلم على بعض إحنا لازم بدل الكمامة نلبس اتنين دي خلاص يعني الكمامة دي أصبحت عبادة ها بقت حكاسية المعقم الزي الرسمي الزي الرسمي بتاع الكوكب كله لازم نجعلها يعني جزء من اللباس بتاعنا أو من الزي الشرع بتاعنا تمام طيب إزاي النبي كان بيتعامل في وقت الأوبئة إن شاء الله الأوبئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها وإذا علمتم أن الطاعون في أرض ما فلا تدخلوا إليها يعني اللي في أرض فيها طاعون طبعا الطاعون اللي هو الأمراض الوبائية زي جائحة الكورونا في أيامنا هذه إذا علمتم أن أرض ما بها وباء أو بها طاعون فلا تدخلوا إليها ومن كان في أرض فيها طاعون فلا يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم بيقولنا حفظوا على إيه على أنفسكم بلاش نكون أداة لنقل العدوى ما يكونش مثلا واحد إنه عرض شاكك إنه عنده كورونا أو كوفيد وأنا أخرج عن ناس لا ده العزل الاجتماعي مفروض ده فرطة عبادة بقى عبادة كده عبادة بتحمي الناس الوطايا خير من العلاج يقول المولى عز وجل فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني قتل النفس ده من أكبر الكبائر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ما أكبر الكبائر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر طبعا غير الربع وغير قذف المحصنات المؤمنات الغافلات منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق طيب إزاي نتعامل مع مرض كورونا نتعامل معه إزاي وإزاي ننزع من الشباب دور التنمر يعني بشوف شباب فيه نوع من التنمر التنمر إزاي بمعنى إيه التنمر ده أنني أستغل ضعف الإنسان ده مثلا التنمر أنني أشوف واحد قصير جدا فأنا عارف أنه يعني بتضايق من الكلمة دي فأقولي يا أصير أو أنا مثلا عارف أن واحد يعني ما بيخلفش فأتكع الكلمة دي شوية وأجرحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة تؤمن وبكلمة تكفر وطبعا وقيل في الأثر في الإشارة ما يغني عن العبارة وفي التلميح ما يغني عن التصريح لازم بالتنمر أحافظ على كلامي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا بكلمة تؤمن وبكلمة تكفر بكلمة تتزوج وبكلمة تطلق إذن التنمر ده مشكلة العاصر أغلب شبابنا النهاردة وخصوصا نساءنا الحاجة دي منتشرة بين السيدات جدا التنمر خصوصا التجريح اللفظي إزاي؟ يعني مثلا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ده شيء يعني فاعله يحرم من دخول الجنة قذف المحصنات بمعنى قذف المحصنات إننا قذف الوحدة غيبة عننا دلوقتي مش موجودة معنا ما ينفعش نتكلم فيها ما يمكن هي دلوقتي ده دي اسمع غيبة غيبة ونميمة آه بس القذف قذف بقى المحصنات الزي هو الرمية بالزنا والعياذ بالله تمام اللي معاك مش دلوقتي ما تتكلمش فيه ما يمكن ساجد يقول النبي من عير مسلما بزنب قتاب منه لم يمت حتى يفعل ذلك الزنب ما ينفعش إن أنا أقول لواحد يشارب الخمر من عير مسلما بزنب قتاب منه لم يمت حتى لو بشوفه بيشرب خمر ما قولوش كمه لا ولا أقول لواحد من عير مسلما من عير مسلما بزنب قتاب منه لم يمت حتى يفعل ذلك الزنب ليه يعني ربنا بقوله فأحفظه أيمانكم مفروض أنا أحافظ على الثاني أغلب الشكاوى اللي بتيجي لي على المسجد النهاردة شكاوى من الطلاق ده جوز يرمع علي يمين الطلاق ده جوز يحلف بيمين ده الأدهى والأمر إن السيدات النهاردة هو الشعب كله دلوقتي كله مطلق غالبا أو نصه أو أكتر من 8% ده حرام يعني الطلاق ده جريمة يهتز لها عرش الرحمن طب كريمة إزاي يا أستاذ سيد ده سورة الطلاق في القرآن يعني سورة كاملة ربنا ذكرها اسمها الطلاق أنا مش بتكلم على أنا بتكلم على التلاعب يا دكتورة باللفز التلاعب باللفز تمام تمام يا أستاذ عشان مش نخرج برنا الموضوع بتاعنا عايزين نعرف بقى هل مرض كورونا ده عقاب من ربنا من وجهة نظرك شوفي ما أقدرش أقول إن ده عقاب من ربنا أو ابتلاء من ربنا عز وجل لو كان المرض في حد ذاته بلاء عقابا عفوا ما كانش سيدنا أيوب عليه السلام فضل 18 سنة طريح الفراش لا يحرك يد ولا يحرك ساق حتى أن السيدة نعسى زوجة أيوب عليه السلام لما يعني فضل 18 سنة مريض قالت له يا أيوب أما آن لك أن تدعو المولى عز وجل بالشفاء إدعي ربنا بقى يشفيك فقال لزوجته كم لبسته صحيحا وكم لبسته مريضا أنا بقالي أدي إيه عايش سليم وكم سنة مريض فقالت له 40 سنة سليم أو صحيح و 18 سنة مريض فقال إني أستحل أن أدعو المولى عز وجل بالشفاء إلا عندما تكون تلك المدة كنفس تلك المدة أنا عشت 40 سنة ده فاضل من ربنا عز وجل إما أكون 40 سنة كمان مريض طيب شوفي من أدبه مع ربنا عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم رحمي يعني حتى ما قالش يا ربنا إيش فيني فكشفنا ما به من طر لابد أن أكون مؤدب مع ربنا عز وجل في الدعاء يعني لما نرجع لإبليس قال فبعزتك لأبوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إبليس الشيطان اللي هو أصلا مفطور يعني أخرج منها فإنك رجيم ربنا طرد من الجنة لم يتجرأ على المولى عز وجل قال فبعزتك لابد أن نكون مؤدبين مع ربنا عز وجل إذن مقدرش أقول أن المرض ده ابتلاء أو إعقاب من ربنا عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب أو هم أو عذاب إلا كان في ميزان إيه حسناتي تكفير زنوب حتى الشوكة المرء تكفر عنه سيئات المرض ده أنا أبصره أنه تكفير إيه زنوب طيب استغلال التجار للأزمة اللي احنا فيها دي والاحتكار اللي بيحتكروا ألاقي تجر محتكر كمامات وكتجر محتكر أدوية وتجر محتكر الأنابيب الأكسوجين هم غالين إيه دول دول إيه دول؟ شو فيه؟ توصفهم بإيه؟ ده طبعا في الأول وفي الآخر تدليس وغش من غشنا فليس مننا يعني فليس من جماعة إيه المسلمين طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ مالا بغير حقه كان عليه وبالا يوم القيامة هو الإنسان هو ربنا عز وجل مش هيحسبنا يوم القيامة عن نظرة العين مش هيحسبنا على النفس مش هيحسبنا على لقمة العيش التي اقترفناها كده على كل حاجة ربنا هيحسبنا عليك أنت هتقول لي ربنا إيه؟ يقول النبي من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض خذ اللي أنت عايزه بس يوقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون هتتحاسب على كده طيب كنت عايزة أقول بما إن إحنا اسمنا البرنامج بتاعنا امرأة من كوكب آخر عايزة أعرف دور النساء إيه؟ في الأزمة طبعا دور النساء في كل عصر وفي كل الأديان جميع الأديان السماوية كرمت المرأة إذا كان الإسلام طبعا كرمها بشكل فائق عندنا مثلا لو هنذكر دور المرأة الريادي عندنا أول طبيبة في الإسلام كانت امرأة ما كانش رجل هي السيدة رفايدة أول طبيبة في الإسلام وعندنا كمان أول طبيبة في الشرق الأوسط كانت مصرية وهي الأستاذة الدكتورة زهيرة عبدين طبعا دكتورة زهيرة عبدين من موليد المينيا وتخرجت في مدرسة الثانية عام 1911 كانت يعني اول طبيبة في مصر وتخرجت يعني ما كانش فيه كلية طب في مصر وكان فيه طب في مصر لما كانت الاولى على السنوية العامة في القطر المصر اللي هو مصر والسودان في نفس الوقت كانت الاولى على السنوية فراحت تدرس الطب فين في امريكا طيب لما جات من امريكا وهي طبيبة مصرية ده اول طبيبة مصرية ما كانش فيه راجل هي كانت الدكتورة زهيرة عبدين دي أول طبيبة مصرية أنشأت كلية طب القصر العيني يبقى هي أول واحدة أنشأت كلية الطب في الشرق الأوسط كانت فين؟ في مصر وبعد ذلك أنشأت كمان مستشفى أبو الريش لعلاج المصريين بالإيه؟ بالمجان نهو أصلاً ستة يحطوا دماغهم في حاجة بيجبوها حتى مش في الإسلام بس قبل الإسلام كمان ربنا في القرآن زرقر ملكة سبق نجات حكيمة دي قبل الإسلام وأوتيت من كل شيء ولها عرش إيه؟ فما بصت لسليمان لأت سليمان أحكم منها فيه في مشكلة حصلت سيدة بالقيس وعندك كمان المرأة الوحيدة التي ورد ذكرها تصريحاً في القرآن كانت مريم العزراء وكانت إيه؟ مصرية يعني ذكر اسمها عنواناً لصورة تخليداً وتشريفاً وتعظيماً وتكريماً لذكرها كانت مصرية عندك كمان المرأة التي ورد ذكرها في الجنة آسيا امرأة فرعون كانت إيه؟ كانت مصرية وأول من سكن الحرم كانت مصرية هاجر وما زمزم تفجر إكراماً لإمرأة إيه؟ مصرية بل إن المولى عز وجل خلد ذكراها فما من حاج ولا معتمر إلا ويسع كسعيها بين الصفا والإيه؟ والمرأة المرأة المصرية يعني ويقول الإمام الشافعي من لم يتزوج بمصرية لم يكمل إحصانه لذلك جرت العادة أن جميع العلماء في السعودية وفي بلاد الحجاز يتزوجوا من بلادهم وإلى ذلك يتزوجوا بإيه؟ بنصريات وكما قيل في الأثر أن المرأة المصرية حاملة التراث لأ وكمان إمرأة من كوكب آخر مصرية آه يعني عايز أقول لك إن أنا ما نمتش طول إلا عشان أقعد قد بالي لا والله أنا مش للدرجات أنا فكرة مش رعبة ما رعبش حد يا جماعة الناس واخدم عني فكرة وحشة ما عاربش بي بقى لي ساعة في الكنترول برة برتاب لا لا مش للدرجات طب حضرتك بقى إنك من مركز الحسنية ومشكلة اللي حصلت في مركز الحسنية انت شايفها إزاي؟ إحنا مش تبيننا برضو عشان إيه؟ سوفي لا يفتى ومالك في المدينة الإشعاعات بقى وفاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون أنا مش طبيب وأنا ما شفتش ما حدث بمركز الحسنية أو مستشفى الحسنية المركزي لا أنا عايز أتكلم عن الإشعاعات اللي حصلت في الحسنية وسوشيال ميديا والدنيا تقلبت الدنيا تقلبت لدرجة إنهم بيحكموا يحكموا الدكاترة ويحكموا كل حاجة بسبب إشعاعات بس لسه التحيات هتبين ما ينفعش إن احنا الحاكم طبيب أصلا الأطباء دول يعني أكتر فئة مظلومة في المجتمع من اللي بيصهر على راحتنا الأطباء والتمريض من اللي بيرعانا الأطباء والتمريض طبعا ده الجيش الأبيض دول هم اللي شغالين سنتين في أزمة كورونا كمان بمناسبة امرأة من كوكب آخر عايز أذكر كمان اسم الدكتورة نوالي السعداوي يعني الكاتبة الطبيبة المصرية الأديبة العالمية صاحبة كتاب زوات الرداء الأبيض اللي تكلمت عن أزمة الأطباء من 46 سنة لغاية النهاردة اسمها بيدرس في الجامعات الأوروبية مع احترامي طبعا لفكرها ولكن هي أديبة برضو طبعا أكيد لكن احنا ما شفناش ما حدث مش علشان 3-4 ماتوا فأنا أهين الدكتورة وأهين الجيش الأبيض ما ينفعش هو طبعا ما ينفعش ولا أهين الدولة ولا أهين أي حاجة هو قطاء ربناك والحالات كتير بتموت كل يوم بتموت بس إشعاعات بقى وهنا وهنا وكمان عشان كانوا ممكن كلهم مرة واحدة في العناء المركزة فطلعوا بقى إشعاعات وتصويرات وحاجات غريبة أنا معرفش طبعا ما شقدر اتكلم عشان ما تبينتش برضو بس أي إن كان خلف الدعوات الهدامة والصفحات الغير معلومة النهاردة مفروض أي حد بينشر كلمة على السوشيا المدية عايزين بقى الكلمة على الإشعاعات دي والله دي عايزة حلقة الوحدية في الأزمة خصوصا في ظل الجوائح والأزمات مفروض النهاردة الكلمة دي أمانة لسه بقول من شوية بكلمة تؤمن وبكلمة تكفر الكلمة المسؤولية طبعا طبعا أكيد طيب عايزين حضرك توجه رسالة للأطباء والله مش للأطباء بس كل واحد الجيش الأبيض وكل واحد في مصر في الوقت ده مش عايزة عبارات ولا شعارات حب الأوطان يعني ليست أشعارا تنثر أنا بنا نقول شعارات الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة وبس ما نسكت بعد كده أي واحد في مجاله مسؤول سيدنا عبدالله بن رواحة مات شهيدا في غزوة مؤتة وابنه عبدالله ابن عبدالله ابن رواحة نام ليلة قبل أن يصل العشاء ركز معي في القصة دي سيدنا عبدالله بن رواحة مات شهيدا في غزوة مؤتة وابنه عبدالله ابن عبدالله ابن رواحة نام ليلة قبل أن يصل العشاء فجاءه أبوه في المنام لقد أخزيتني وآزيتني يعني أخزيتني في معسكر الموت الأب الشهيد جاه لابنه في المنام كيف يا أبتي كيف يكون أباك شهيدا وتنام ليلة قبل أن تصلي العشاء لقد أزيتني في معسكر الموت ليه عشان نم ليلة قبل أن يصلي العشاء يجي يشوف الشباب النهاردة طول الليل سهرانين وطول النهار نايمين بعد كورونا برضو بعد كورونا الشاب النهاردة عايش عشت الأجنابي وعايز يموت زي النبي طب ازاي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله قدما اغبارت في سبيل الله أصل الفتى ايه فعله ما تقوليش أنا ابني مين وريني انت بتعمل ايه يا رب ان شاء الله يكون بتبيع مناديل في الشارع لكن المهم تدخل جنيه ايه حلال يعني ضحك الصحابة من ساق سيدنا سعد بن معاذ فقال النبي تضحكون لدقة ساق سعد بن معاذ والله إنها لأسقل في الميزان من جبل أحد ليه لأنه كان يأكل من عمل يده عندك سيدنا سليمان بن داود كان ملكا نبيا ملك يعني وجيها ابن وجيها ولكنه كان يأكل من عمل يده يقول المولى عز وجل وألن له الايه الحديد كان حدادا عندك سيدنا نوح كان نجارا عندك سيدنا زكريا كان نجارا عندك سيدنا محمد كان راعي ايه غنم أصل الفتى فعلة الرسالة مش للجيش الأبيض بس الرسالة لكل واحد قاعد على مكتب اتقل لها في عملك يعني إنك ميت وإنهم ايه ميتون ربنا يا حسبنا على كل حاجة بنامج طبعا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأي عن رعياتي احنا قبل ما نيجي البرنامج عاملين خمسين مصلحة علشان نفضى ساعة طيب بقى إنك شاب وجه رسالة للشابات اللي عندين على القهوة اي حد اي شاب واي النهاردة الحياة صعبة جدا سواء يعني الاول كنت تسمع إن الدولة الفولانية دولة متقدمة والدولة الفولانية دولة نامية النهاردة كل الدول فيها فقر الحمد للشباب يعني ربنا بقى برضو كورونا عمل أزمة في كله بقى في ظل جائحة كورونا احنا بصي احنا كمشاهير أو أي حد بسافرنا دول كتير كده وشفنا حال الشباب برا وانت يعني لما وصلك أخبار فنان فلاني في بلاد برا أو في دولة معينة انت بتتصور إن الشاب ده عيش عيشة مرفهة لا ده احنا اللي بيوصلنا الزبط بتاع الأخبار بتاعتهم تكي انت ما عرفتش ووصل للمنصب الرفيع ده ازاي يا ما شفنا مشاهير كتير بتعب طبعا بتعب وإحنا نفسنا اتعبنا كتير جدا عشان نقعد على الكرسي الموزيع أو الكرسي المحاور اتعبنا كتير لدرجة إن أنا عن نفسي والله ما بلاقي وقتنا فيه من أعمالي ومن شغلي بتعمل حق كتير يكفي إن أنا بخدم نفسي في بيتي بعدين رسالتك أه بخدم نفسي في بيتي أنا بكرس بيتي بمسح بيتي بغسل الطبق اللي أنا أكلت فيه طبعا يعني أوجه رسالة يا رجال أوجه رسالة يا رجال ونسبة الطلقة كترت بالسبب الموضوع أحبوا ستاتك وحبوا بيوتك واشتغلوا رسالتي الأولى والأخيرة اشتغل اعرف ازاي تجيب الجنيه اشتغل اشتغل في أي مهنة حب عملك سيبك من طموحك اركن الطموح جانبا اشتغل يا رب تشتغل في الغيط يا رب تشتغل تبيع مناديل أو تبيع مناديل أو تبيع مناديل في وسيلة موفقات والقرش تقدر بقى تعمل لأنت عايش مش هيعليك إلا القرش الحلال القرش الحلال أو مش الحلال طب الناس اللي بتشحط معلشي أنا خلقت عن موضوع بس هتكلم في الموضوع الناس بتشحط رأيك فيهم إيه من غير ما يبيعوا مناديل ده حرام التسول بكل فيه واحد بيبيع مناديل من خلال بيعه للمدينة تعرف انه إنسان شريف بالظبط وفيه إنسانة بتدع لبان في المواصلات انت بتنزلي من عربيةك وتسعديها ليه؟ لأنك من خلال شكلها انت حاسة بظروفها إنما التسول ده ما ينفعش أبدا أنا ما بديش أي إنسان شحات بديله فلوس ما بديش اللي بيبيع مناديل اللي بيعمل حاجة بديني حاجة تدينه حاجة هو ده صاح أنا بشجحها على كده أصلا من خلال نظر تايل وانت عارفها بيتسول ولا بيسترزق ما وفيه واحد خلاص لأهمهنة زي ما إحنا شفنا أطفال كتير في إشارات المروض أنا مرة لقيت واحد لابس بادلة شيك قوي في الشراء والله لابس بادلة شيك ومعاه واجبت كنتاكي وجاي إشحات مني طيب مش عارف بيش حات إيه ده وطوله حضرتك أنت أنت عايز إيه بالزبط يعني يوم جيت طب جات كنتاكي ليه طب أنا مش فاهمة في إيه بالزبط فالموضوع يعني غريب لا التسول ده كلنا لازم نتصدى لهذه المشكلة عشان حتى شكلنا أمام الدول التانية نهار ده خصوصا ده في عائلات أصلا معروفة بالتسول خصوصا في الأرياف وفي العرب وفي البدو حرام ده حرام طبعا أكيد طيب أخيرا بقى أقدر أقول لحضرك تشكر مين وعايزة تقولي دعوة للتكاتف الناس كلها من رجال الأعمال من أكبر راجل لأصغر شخص أشكر مين اسمحي الأول أن أنا أشكر أمي النهار ده طبعا عيد ميلادها كل سنة وحاضرتك طيبة يا أمي كل سنة وهي طيبة وأجمل شيء في حياتي وأنت أغلى شيء بعيوني وأنت لو مش أنت يا أمي ما كنتش أنا هنا أنت صاحبة نجاحي وأنت أستاذة كفاحي أول وحدة مسكت إيدي بالقلم كانت هي أمي وأنا طفلة صغيرة لغاية النهاردة مش سبيتني لحظة حتى وأنا ماشي النهاردة فأنا بحبك جدا وأنا بخاف أصلا أجيب سيرتها في أي مكان لأ عشان ما تروحش مني ما تحسدش مني فربنا يطول في عمرك يا أمي وكل سنة وحاضرتك طيبة غير كده لازم نتكاتف كل واحد في مجاله العامل في مصنعه المدير في شركته رجال الأعمال الأطباء الفلاح كلنا لازم نشتغل عشان مصر مش هتتقدم بفئة معينة عشان نواجه أزمة كورونا الأول وبعد كده نشوف مصر مصر معي مصر وكورونا واحد كورونا لو راحت مصر هتبدأ كورونا دمرت العالم بأثره بالظبط وإحنا لازم نشتغل لازم نتكاتف لازم يعني خليك أنت أقوى من أي شيء بدل الكمامة ألبس اتنين لازم يكون معاك إزازة الكحول هي واحدة بس بلاش اتنين دي لا لا هذا غلط هايكتم نفس فكرة يعني مش عايز أتكلم أنا كانت من نفس هو كفاية واحدة هو وزير الصحة أو وزارة الصحة قالت واحدة لنبس نين لي بقى مالي شيء خلال بس لكل في بيننا تباعد اجتماع أه تباعد وبلاش التصافح كفاية السلام كده بلاش السلام باليد أه صح طيب ماشي طبعا أنا بشكورك جدا الوقت قرب يخلص بس أنا كنت عايز أتكلم على كلمة أخيرة لازم كلنا نقف مع بعض لازم كلنا نحب بعض كورونا مش هتروح إلا بالأعمال الصالحة كورونا وباء ربنا جابه لنا عشان يختبرنا نشوف هنعمل إيه لكن ما يكون الكورونا موجودة والوباء موجود لسه الغش والنصب والأخلاق الأندر لسه موجودة يبقى الكورونا هيتول معنا شوية عايز كورونا تروح اعمل زي ما الكتاب السماوي قال ومش صح وهي هتروح أوتوماتيك هتلاقيها راحة الوباء ده ربنا بيشوف انت هتعمل إيه اعمل وطلع صدقات كتير وهتلاقيها راحة كلنا نتكاتف كلنا نقف جنب الدولة الدولة قيمة على أكمل وجه جيش الأبيض بشكره بشكر رجال الشرطة بشكر الجيش المصري كلهم بشكرهم كلنا نتكاتف معاهم أنا بشكركم وإلى اللقاء عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب